لو أروح مرة تانية لتشكيل ممتخبنا الوطني محمد الشناوي في حراسة المرمى أحمد حجازة ومحمود الوينش اتنين مساكين أحمد فتوح زهير أيصر أقرم توفيق زهير أيمن حمد فتحي ومحمد النني اتنين وسط ارتكاز محمود حسن تريزيجي وعمر مرموش ومحمد صلاح زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة على الملعب الثلاثة في الخط الأمامي ومصطفى محمد في رأس حربة صريح في هذه المباراة مشاركة تريزيجي بالنسبة لنا يمكن أنا كنت بسأل ضيوفي في الأيام السابقة وفكرة البدء بتريزيجي هل وردة ولا مش وردة كل كان بيأكد صعوبة أن كارلوس كيروش يبدأ بتريزيجي في مباراة مصر ونيجيريا لكن نهاردة كارلوس كيروش يمكن وضع في حساباته الفنية والبدنية أن محمود حسن تريزيجي جاهز إصابة الروباط الصريبة وابتعاده عن الملعب حوالي 9 شهور مش هتبقى مؤسرة فبالتالي هو أكتر واحد جدير باختيار اللعبة اللي ممكن تبدأ هذه المباراة وشاف أن تريزيجي ممكن يبدأ المباراة النهاردة مع وجود عبدالله السعيد على دكة البودلاء إن الكل كان بيرشح إن عبدالله هيكون موجود لكن خدوا بالكو هو ليه بدأ؟ بمحمود حسن تريزيجي وده نقطة فنية مهمة جدا الجبهة اليومنا للمنتخب النيجيري جبهة قوية جدا وبتضم اللاعب رقم 15 موسس سايمون لاعب مميز جدا وسريع جدا هذا اللاعب عشان توجهه صعب أنك توجهه بأحمد فتوح فقط لازم كمان قدامه يكون لعيب سريع وعنده لياقة عالية محمود حسن تريزيجي وبالتالي كمان لازم تضغط على موسس سايمون من قدام فمحتاج تريزيجي يكون قدام أحمد فتوح عشان كده نهاردة تشكيلة منتخبنا تريزيجي قدام أحمد فتوح عشان الجبهة دي من أخطر جبهات المنتخب النيجيري لكن في المقابل عندنا أكرم توفيق دفاعيا قوي جدا محدش بيعدي منه يعني الله أكبر عليه عمل دور دفاعي مميز جدا سواء مع الأهلي أو مع المنتخب الوطني قدامه محمد صلاح طبعا عنده قدرات هجومية عالية جدا فهيبقى فيه تنوع في الناحية الدفاعية والناحية الهجومية عايز كمان أقول حاجة مهمة جدا متعلقة بمباراة النهاردة بكاري جسامة هو حكم المباراة الحكم الجنبي بكاري جسامة هو حكم المباراة وفي تقنية حكم الفيديو المساعد من أسيوبيا الحكم الأسيوبي المعروف بالتأكيد بملكة سيما هو حكم تقنية الفيديو حكم رقم واحد في غرفة تقنية الفيديو والمساعد تقنية الفيديو الأسيست الجنوب إفريقي زكالي هو الحكم المساعد الموجود في تقنية الفيديو إذن بكاري جسامة حكم المباراة والأسيوبي مملكة سيما حكم تقنية الفيديو وده طاقم التحكيم إلى يدير مباراة النهاردة ترجمة نانسي قنقر